السلام عليكم ورحمة الله يا اغلى متتبعين كده يرين لبس عليكم نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معي في فيديو جديد ودائما مع الوصفات السهلة والاقتصادية جبت لكم تشكيلة من حلويات عيد المولد النبوي الشريف بعجين اساسي واحد ثلاثة اشكال بعجينة ضنون لدي رضجة هذه الايام والاهم انها تعطي كمية كثيرة كل شكل يأتي منكها مختلفة هاد الحلوة كتجيشة وكتدو في الفم والمداق ديلها ولا ارواح فكنت من كل قلبي تتبع معي الفيديو حتى الاخير واشجعوني بلايكاتكم وتعليقاتكم المحفزة اللي كنفرح بها وإلا كنت اول مشاهدة القناة فالف مرحبا نقطع الاشتراك وفعل الجرس لتوصلوا بجديد كل وصفات نخليكم مع تسيمة الفيديو وكيف الملاعظة مشاهدة طيبة فكنت بدأ بسم الله اول حاجة عندي 250 جرام ديال الزبدة انادلت الزبدة مارغارين لده سوف نقسمها على 4 ونسم بجج اكياس فانيلا انك هكه تبقى اختيارية ونضيف كأسين من سكر بودرة ضروري تغرب لهم خصوصا هات السكر بودرة غرب له احسن باش بسرعة كي تخدم مع الزبدة الآن غاد نخدمهم غاد نخدم الزبدة مع السكر حتى نحصل على خالط وهو بوماد وما يبقاش عندي السكر بودرة مفروق على الزبدة وكيف يصبح عندي خالط واحد بهات الشكل الآن كنضيف هنايا كاس ونص ديال الزيت لقياسة دائما بكاس العلبة ونبدأ نخدمهم حتى تحصل على خالط منساجم ضروري في هاد المرحلة انكم تخدموا المكونات مزيان يعني تخدموا الزيت والزبدة مزيان حتى تحصل على خالط منساجم وفي هاد المرحلة غاد نضيف أربعة ديال الحبات ديال البيض وغاد نحاول مرة أخرى نخدمهم مزيان مزيان غاد نترب بهالتريقة غير بالأصابيع ديالي يمكن لكم تستعملوا في هاد المرحلة الطلاب اليدوي ودخلتم زيان حتى ينسجمون المكونات ومن بعد نضيف العلبة ديال الياغورت وطبعا الياغورت يكون خارج من تلاجة من قبل ونمزيج الياغورت مع باقي المكونات حتى نتصل على قوام اللي هو كريمي دائما نضيفه مكوين بمكوين حتى نخدمه خدمة ملقية وفي نفس الوقت تكون طريقة لخدمة سهلة الآن بعد ما نسجمون جميع المكونات سنضيف الدفع الأولى ديال الدقيق مع نصف كأس من ناشا زائد جج أكياس خاملة الحلويات المجموعة لدي 16 جرام الضوء الناشا يجب عليها شاشا أكثر لهذه الحلوهات بالنسبة للدقيق ضروري انكم تكونوا مغربين من قبل حتى نتفادوا التكتلات في الخليط ونبدأ نجمع في الخليط ونضيف الدقيق تدريجيا حتى نتصل على قوام اللي هو لي كمية الدقيق دخلت سعود الكؤوس ما يعادل 900 جرام ديال الدقيق سوف نستمر نضيف الدقيق تدريجيا ونجمع في الخليط حتى نتصل على قوام العجين اللي يكون رتب أوليين نصيحة أخواتي لا تجعل العجين مرخوف وفي نفس الوقت لا تقصح العجين ويكون هذا هو القوام بعد ما جمعته هانتو مع عجين اللي يكون رتب وماشي مرخوف وماشي قاصح كانت تمنى تكونوا فهمتوني أخواتي عندما نشكله بكل سهولة سوف نقسم الآن مباشرة نقسم العجين ديالي على ثلاثة ديال أجزاء هنا أخواتي يبقى لكم الاختيار يمكن لكم تزيدوا بنكهوا كل العجين بنكهة اللي حبيتو انا خليتهم غير هكاك ما بغيتش نكتر عليكم المقادير سوف نأخذ بلاستيكة وقد ندير فيها الأجزاء ديال العجين اللي ما غادش نخدم بهم وجزء من العجين غاد ندوز مباشرة نخدم به سوف نبدو بشكل أول اللي غاد نشكله على شكل أصابيع بدون طابع طريقة سهلة ومبسطة بلا ما تحتاجي طابع ولا مرشم كناخد جزء من العجين كنظوره بين الدية كنشكل منه كبيرة ثم نشكل من بعد أصابيع بهذا الشكل وبهذا العملية اللي كندير سوف نشكل أصابيع أو لسيجار بالنسبة للقرام في كل لحبة 15 قرام سوف نضيفه في طاوة الفرن تكون مدهونة غير بالزيت لا تحتاجه ورقة طاهي سوف نستمر بنفس طريقة مع العجين كله ومن بعد ما كنسالي اللات اللولا ندخلهم مباشرة الفرن يكون سخون من قبل أنا عندي الفرن الغاز نشعل على الأسفل نجعلها حتى تبليل حلوة التي تنفخت وتتحملت من التحت نحبطها إلى تحت الفرن سوف تكون عافية على وجهها نجعلها غير ذهب فقط تأخذ لون ذهب خفيف سوف نخرجها سوف نشكل منه في الأول كويرة يعني يكون ميزان كويرة يكونوا متساويين في الحجم باش يجيوكم الحبات الحلوة نقدم في الحجم تبعو يعني تبعو هالطريقة اللي كندير تجيوكم الخدمة سائلة بعد ما شكلت العجين كله كويرة كوكو لدي هنا كوكو لدي هنا ماء الزهر يمكن أن يكونوا بياد البيض نفس الناتجة الناس اللي عندهم حساسية من البيض يستعملوا ماء الزهر بالنسبة للطريقة كناخد كويرة من العجين كندوزها من ماء الزهر ثم مباشرا في اندهف كوكو كنصيبها طريقة ومن بعد كندغط عليها هكا بالراحة ديالي ونحاول أن نجير هكا تقب في الوسط بالأصبع ديالي ولا بشي آدات اللي بغيتو طريقة كندن واضحة هانتو مكا ناخدو كله كويرة كندوزها هكا نزيان من ماء الزهر ومن بعد كندوزها مباشرة في كوكو كونكصي سوف ناخد هالكويرة بين يديها ونحاول نضغط عليها شوية وكندير تقب في الوسط اما بالأصبع ديالي ولا بشي آدات سوف نحطهم في اللاطة ديال الفون اللي تكون مدهونة بالزيت سنستمر بنفس الكيفية مع الكويرات كلهم سوف ندخلهم الفرن يطيبوا بنفس طريقة اللي يطيبنا به الحلوة الأولى سوف نتلقوا بنجوج بلاستيكات بها الطريقة سوف نتلقى بالمدلك حتى نتحصل على سومك ليهو متوسط لا ترقوش العجين بزاف بحال السومك ليهو متوسط لا ترقوش العجين بزاف يعني نجروا سومك ليهو متوسط سوف نتلقى بالحلوة سوف نتلقى العجين سوف نتلقى بالدك وبعد سوف نتحصل على قطاع دائرية بهذا الشكل موجودين هاد القطاعات في الأسواق بكثرة بثمان مناسب سوف نطبع العجن كله بهاد القطاعات الدائرية الآن غاد نحاول ناخد هاد دوائر و نحطهم في اللاطة اللي تكون مدهونة غير بالزيت كيكون هادا هو السمك ديال الدوائر هنتو ما شوفوا معايا كان هالزوم بكل سهولة و لا يدفور موش نهائيا كيبقوا محافظين على الشكل ديالهم صافي بالنسبة هنا اللي عجين اللي كيتبقى ليا غاد نجمعوا في نفس الوقت وغاد نتلقوا في نفس الوقت بالعمل حتاج له يرتاح صافي اخواتي هنا بعد ما عمرت اللاطة كناخد هنا ابيض بيضا كنطربهم زيان وغادي ندهن به الوجه ديال الحبات بهذا الشكل وكان زيان بكوكو ايفلي يمكن لكم تديرو كوكو كون كاسي وتزينو به غير هو كوكو ايفلي كيعطي منظر هائل وجميل صافي كندخلهم الفرن بنفس طياب اللي شرحت لكم في الاول ونتلقوا مع الشكل النهائي ديالهم فاشكطيب الحلوة صافي الاشكال ديال حلوة بعد ما طابت كي يجي شكل ديالها هو هذا صراحة كان مقام رقبها حتى كطيب ما كان نغفلش عليها باش ما تحرقش ليه كان حمره غير شوية فقط كي يجي فيها هكا لون دها بصافي كنخلجه بالنسبة هنا للشكل الاول اختاري تنزينه بالشكلات الاسود عندي هنا شوكولة مضابة بعد ما كندوبها كنخليها حتى كتبرد اعاد كان بدأ نزين فيها كان اخد كلها حبا من الحلوة كنخطص غير نصف ديالها فقط في الشوكولة بهذا الشكل اللي موضح لكم الفيديو كان ننشار حراسه كلها حبا كان اخدها كان نخطص نصف ديالها فقط في الشوكولة يمكن لكم بلاست شوكولة الاسود تديروا شوكولة بيضاء كي بقى لكم الاختيار صفي بنفس طريقة كنسة مر حتى كنسلي الحبات كلهم ونمشو مباشرة لتزين ديال الشكل الثاني عندي هنا مربة سائلة ديال المشماش ازتعليها نسكاس ديال الماء ورضيت هاد المربة فوق النار حتى غلام زيان وكنخلي حتى كيدفا عاد مباشرة كنوضع فيه الحبات ديال الحلوة هاد زين بحال تريقة ديال الشبون يعني بحال تزين تماما ديال الشبون سافي كندووزهم من هاد المربة مزيان من بعد كنسقطرهم هنية فصفايا كنخليهم حتى كيسقطرهم مزيان ومن بعد كنديرهم في الكوك بها التاريقة كنخليهم يتلبسوا بالكوك مزيان سافي وكنحطهم في بلاتو ديال التقديم ونستمر بنفس طريقة حتى كنتاهي الكيمياء كلها سافي مباشرة تزين الشكل الثالث هنا تزين هاد الحلوة خضيت المربة ديال المشماج زيت عليها معلقة كبيرة ديال الجليكوز والغير ورقة ديال الجيلاتين وحده كافية كدير دلهم ونصف كترك دواها في المحطة كتلق وكتزيدوها على المربة كتردوها تغلي معها سافي كتزينو بها كتزينو بهذا الشكل الثالث ديال الجليكوز ولا الجيلاتين ما كيخليوش لينا هاد المربة تبقى سايحة يعني كتبقى في الوسط وشاد دارسها سوف ندري الحلوة فوقها سوف تبقى هذه المربة تبقى في بلاستها عكس الى تغيير المربة بحده نتمنى الفكرة تكون واصلة ومن بعد كان اخذت شوكولة بيضاء وضعتها في قمع بلاستيكي او لا ممكن غير بلاستيكة وكنديرها كخطوط فوق كل حبة خطوط عشوائية هاد الخطوط كتزيد تعطي منضر رائح سوف نتلقوا مع الشكل نهائي ديالهم فتبقى قدين وكيجي او كتجي هذه النتيجة ديال الحلوة لشاركت معكم كيجي ورائع شكلا ومداقا بدون تعقيدات طريقة الخدمة ديالهم سهلة فقط تبعي المراحل وغادي انجحوا معك بإذن الله حلويات عيد لموليد النبوي الشريف حضرهم بكل ثقة غادي تبهركم النتيجة ديالهم كيجيوه الشاش وكيدوبوا في الفم والمداق ديالهم ولا أرواح فكنصحكم أخواتي تجربوهم غادي يجبوكم بزافي لوصلتوا معي حتى هنا ما تنسوش ليالايك الله يجهزكم بخير للتشجيع فقط شكرا دائما على المتابعة كانت معكم حبيبة مع السلامة شكرا